اشتركوا في القناة إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناه وأنفقوا مما رزقناهم سرا وغدالية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوقينا إليك من الكتاب وأنفقوا مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب فالذين أصطعفين من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات وعدني يدخلون جنات ويقلون فيها من أساور من ذهب يخلون فيها من أساور من ذهب وقالوا القمد لله وقالوا القمد لله الذي أذهب لأن القزن إن ربنا لغفور شكور الذي أخلنا دار المقامة من فضله من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان أولاءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال مقترفتموها واتجارة تخشأنك سادها ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا 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 هار بدا, تدريد مملكة وقت درائم ومع ذلك كله جميعاً ما هو الله سبحانه وتعالى وليس فيمانا لدينا ولكن أشهرون ما يسمع الله ورسوله وكل يسمع الله ورسوله ورسول الله ورسوله وكذلك في السنة ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتين عشرة أسباطا أماما وأوحينا إلى موسى وإذ استسقاه قومه أن يضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل له مسكنوا هذه القرية وإذ قيلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا لن نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر وإذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم وقالوا هم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون صدق الله العظيم صدق الله العظيم منرسي ayat yang dibacakan oleh قري sebentar tadi الله سبحانه وتعالى menegaskan bahawa pengutusan رسول الله صلى الله عليه وسلم adalah untuk meyakinkan umat manusia tentang keisaan الله سبحانه وتعالى dan memimpin mereka ke jalan yang benar سبحانه وتعالى dalam melaksanakan amanah ini بغين دى dibekalkan dengan معجزة yang agung يعني القران القرآن oleh itu sebagai makhluk yang dikurniakan kemampuan akal fikiran untuk membezakan yang hak dan yang batil adalah menjadi kewajipan kepada kita untuk berpegang kepada risalah yang telah disampaikan oleh Baginda dalam segenap lapangan kehidupan. Mudah-mudahan dengannya kita beroleh hidayah yang berpanjangan. Al-Fatihah 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 وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ الشذاد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون إنما تجزون ما كنتم تعملون صدق الله العظيم Setiap orang ingin memiliki keluarga yang bahagia bukan hanya ketika hidup di dunia sahaja malah berpanjangan sehingga keakhiran kebahagiaan syurga akan berganda jika kita dapat berkumpul bersama-sama dengan ahli keluarga sebagaimana ketika hidup di dunia ini oleh itu untuk mendapat kehidupan yang lebih bahagia saudara kita sewajarnya menjaga dan mengawasi keluarga supaya sentiasa berada di landasan hidup berpandukan Al-Quran Al-Karim dan mudah-mudahan kita dapat mengecapi kebahagiaan hakiki bersama keluarga dalam syurga Allah asal wa jalur insya Allah asal بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قَالَ يَا قَوْمِ عِبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَيْهِ غَيْرُهُ قَذَ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَا قَعْتُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوْهَا قَذَرُوْهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَلَابٌ أَلِيمٌ وَلَا تَمَسُوْهَا وَلَا تَمَسُوْهَا أو يعَوَأَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وبَوَأَكُمْ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرُدِ تَتَّخِذُونَ مِنْ صُهُولِيَا كُسُورًا من سهولها كُسُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَالْكُرُوا أَلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْفَوْا فِي الْأَرُدِ مُفْسِدِينَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ أَسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ أَسْتِكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُنْعِفُ لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ لِلَّذِينَ اسْتُنْعِفُ لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُوْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِينَ قَالَ الْأَمْنَ تُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوُ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَعَتَوُ عَنْ أَمْلِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا قَالُوا يَا صَالِحُ اُتِنَا بِمَا تَعِذُنَا وَقَالُوا يَا صَالِحُ اُتِنَا بِمَا تَعِذُنَا قَالَ الْمَرْسَلِينَ فَأَخَلَتْهُمُ الرَّجَفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي ذَارِهِمْ جَاثِمِينَ فَتَوَلَّا عَلْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبَلَوْتُكُمْ رَبِّهِمْ رِسَالَةَ رَبِّهِ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاسِحِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ Allah SWT menjadikan kita sebagai khalifah di muka bumi ini sebagai khalifah kita perlu melaksanakan tanggungjawab dengan sebaik-baiknya sebagai tanda kita mensyukuri ni'mat Allah SWT itu dengan tidak melakukan kerosakan ataupun kemudaratan yang hanya akan mengundang kemurkan Allah SWT oleh itu sewajarnya kita menjauhi sikap takabur, sombong, degil sebaliknya menghiasi diri kita dengan akhlak yang terpuji serta dapat melaksanakan tugas kita sebagai khalifah Allah dengan sebaik-baiknya dan mendapat keretaannya spielen بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتلة أشد من القاتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فلا عذوان إلا على الظالمين الشمر الحرام بالشمر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله واتقوا في سبيل الله واتقوا في سبيل الله وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنُ حِصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضَ نَوْبِهِ أَذًا مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٌ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامِ نَوْ صَدَقَتِ نَوْنُسُكُ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَمَنْ فِي الْحَجِّ وَسَبَعَةِ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِنَا ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنَ أَمْلُوهُ حَاظِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Masyarakat hari ini terdedah kepada perbuatan fitnah-memfitnah terutama melalui media sosial sehingga memberi kesan buruk kepada perpaduan masyarakat kita tidakkah sebenarnya jelas-jelas Al-Quran memperingatkan bahawa fitnah adalah perbuatan yang membawa ke dosa besar yang mana lebih besar dosanya daripada membunuh oleh itu saudara awasilah diri kita, keluarga kita, anak-anak kita terjurumus ke lembah perangkap fitnah agar keharamuan hidup dapat terpelihara dalam kasih sayang dan rahmat Allah SWT Allah SWT أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah SWT Allah SWT وَمَا يُدْرِيكَ لَعَنَّ السَّاعَةَ قْرِيبَ يَسْتَعَجِلُوا بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعَلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقِّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ مَعِيدٍ الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرس الآخرة نزد له في حرسه ومن كان يريد حرس الدنيا نؤتي منها وما له في الآخرة وما له في الآخرة من نصيب أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهِ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وإن الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ تَرَى الْظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِنَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ تَرَى الْظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِنَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمَّا يَشَاءُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمَّا يَشَاءُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ لَهُمَّا يَشَاءُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً وَمَنْ نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Antara ihsan dan rahmat Allah SWT adalah Allah memberi balasan berdasarkan amalan dan usaha seseorang bagi mereka yang beriman dan beramal salih balasan yang dijanjikan ialah syurga dan mereka kekal di dalamnya sebaliknya mereka yang hanya beramal untuk kebaikan dunia semata-mata maka diberi ganjaran di dunia sahaja tetapi tidak akan beroleh sesuatu pun di akhirat kelak oleh itu saudara kita hendaklah berusaha mencari kebahagiaan akhirat melebihi kebaikan dunia namun tidak melupakan bahawa dunia adalah jambatan untuk kebahagiaan di akhirat ayatkan kebaikan dan rahmat Allah SWT واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك تقتلني ما أنا بباسط يدي ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفس قتل أخيه فقتل فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأن ما قتل الناس جدا فكأن ما قتل الناس جميعا ومن أحيا فكأن ما أحيا فكأن ما قتل الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيْنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ وَيَسْعَوْنَ اللَّهَ وَرَسُولًا وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّنُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أو يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أو تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْ مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمٌ Islam menuntut umatnya supaya mengutamakan sifat taqwa ketika beramal Allah SWT hanya menerima sesuatu amalan sekiranya ia disertakan dengan niatnya ikhlas kerana Allah SWT semata-mata Ayat ini diturunkan bagi menceritakan kisah habil dan qabil untuk memberi peringatan kepada manusia bahawa Allah SWT hanya menerima amalan yang salih yang dilaksanakan oleh habil sementara qabil ditolak kerana tidak disertakan dengan sifat ikhlas dan taqwa oleh itu saudara bagi memastikan amalan yang kita lakukan diterima oleh Allah SWT maka ndaklah kita mengutamakan sifat yang paling penting iaitu ikhlas dalam setiap tingkah laku dan perbuatan kita Al-Fatihah 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 وإذا سألك عبادي عني فإني قريب نجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القبر وما أدريك ما ليلة قبر ليلة قبر خير من أنف شهر تنزل الملائكة وره فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإسم والعدوان فلا تتناجوا بالإسم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالإسم والإسم 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 وال واتقوا الله الذي إليه تحشرون إن من نجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا ليحزن الذين آمنوا وليس بضرهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوك للمؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس لسفا سحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين آتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا إذا ناجيتم الرسول فقدموا يا أيها الذين آمنوا منكم حسنًا مؤمنوا فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم فأقيموا الصلاة ورسوله فأقيموا الصلاة ورسوله oleh itu marilah kita memanfaatkan setiap denyut nadi kehidupan kita untuk menimba lautan ilmu Tuhan agar dengannya kita mampu menggapai kedudukan dan derjat yang dijanjikan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لعبادي بسم الله الرحيم بسم الله الرحيم بسم الله الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم はい ter speeches الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر مرداء ذيل وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلم كفار وإن قال إبراهيم وربي رب جعل هذا البلد آمنا رب جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أطللن كثيرا من الناس فمن تبعني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس ربنا ليقيم ربنا ليقيم ورزقهم ربنا ليقيم ورزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نحلل وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعي وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء شكرا 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 والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحن ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم سمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون سمانين جلدوهم من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم سمانين وأزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم سمانين جلدوهم 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 والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذفين ويدرأ أن الله ذاب أن تشهد أربع شهادات بالله أن تشهد أربع شهادات بالله والله إنه لا من الكاذفين صدق الله والعظيم تشهد أربع شهادات تشهد أربع شهادات من الرحمن الرحيم والله والله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجو الله إن الله واسع عليم وقالوا تشهد أربع شهاد 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 وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأتينا آيا كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم قل إنه دى الله والهدى قل إنه دى الله هو الهدى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهُوَاءٌ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ما لك من الله من ولي ولا نصير أَلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَطْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَةٍ أَلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَطْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَةٍ أَلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَطْلُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرُ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ أُذْكُرُوا نِعْمَتيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمَا لَا تَجِزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقُبَلُ مِنْهَا عَدُلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعًا وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Allah subhanahu wa ta'ala adalah pencipta, pemilik dan pentadbir tunggal seisi alam ini Kerajaan dan kekuasaannya melangkaui sempadan timur dan barat Ini menunjukkan betapa besarnya kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Dan maha kerdilnya kemampuan kita yang bergelar manusia Oleh itu adalah menjadi kewajipan ke atas kita Untuk menumpahkan ketaatan dan pengabdian hanya kepada Allah semata-mata A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Halimah Sensin In Top والسماوات والأرض عدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والتراء والكامل والكاظمين الخير والكاظمين الخير والناس والذين إذا فعلوا فاحشة أولا أنفسهم ذكروا الله فاستغفوا لظنوبهم ومن يغفرون بإلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم وهم مغفرة من ربهم وجنات تجري وجنات تجري من تحتها والأمهار والخالدين فيها ونعمة أي العاملين وهم 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 جميع ترجمة نانسي قنقر هذا بيان للناس وهوتا وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحسنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن كنتم مؤمنين فقد مس القوم كرب مثل ترجمة نانسي قنقر 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 إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر 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 ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إلى ترجمة نانسي قنقر 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 ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وأعرضهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليظا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعاد الله المؤمنين والمؤمنات جنة تجري من تحت الأنهار جمعت التجري من تحت الأنهار من خالدين فيها خالدين فيها ومساكنا طعيبة في جنة عدل ورضوان من الله أكبر ذلك كهو الفوز العظيم كهو الفوز العظيم يا أيها النبي يجاهد الكفار والمنافقين واغلو عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولا قد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فهي يتوب ويكون خيرا لهم وحي يتوب ويعذبهم الله وعذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من وليه ولا نصير ومنهم من عهد الله وقال لإن آتانا من فضله لنصدقن ولا نكونن من الصدقن من الصالحين صدق الله العظيم صدق الله العظيم برحيان والمن الصدقن والمن الصدقن بالتشاهر ماسانا سروان ini perlu disahut dengan penuh tanggungjawab biarpun terpaksa mengorbankan nyawa dan harta namun dalam melaksanakan tuntutan ini Islam telah meletakkan prinsip yang berlandaskan kepada keadilan yang perlu dipatuhi oleh itu, jelaslah sebarang سروان جihad yang bertopengkan Islam tetapi berbaur kezaliman bukanlah ajaran Islam yang sebenar-benarnya الرjال قawamun על النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزه النفع واعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تذووا عليهن سبيلا إن الله كان عليًا كبيرًا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاحي إن الله كان عليمًا خبيرًا وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وابذ القربى واليتامى والمساكين والمساكين والجارذ القربى والجار الجنوب والمساكين والجارذ القربى والجار الجنوب والصاحبي بالجنوب وبني السبيل والصاحبي بالجنوب وبني السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل الناس بالبخل ويقتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون وأموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ومن يكون الشيطان له قرينا أموالهم 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 حعلقة ومن ذلك أموالهم 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 من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم ألا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وَلَا تَقْدُلُ النَّفْسَ وَالَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقُ لَا لِكُمْ أَصْرَقُمْ بِهِ لَعَلَّا كُمْ تَعْقِلُونَ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَدِيمُ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبَغُوا عَشُدَّا وَأَوْبُوا الْكَيْلَ وَالْمِزَانَ بِالْكِسْطِ لَا نُكَلِّبُ نَفْسًا إِلَّا وُسْقَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا وَلَوْ كَانَنَا قُرُبًا وبعهد الله أوفو ذلكم وصاكم به ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وَأَنَّ هَذَا خِرُقِ مُسْتَقِيمُ فَاتَّبِعُونَ وَأَنَّ هَذَا خِرُقِ مُسْتَقِيمُ فَاتَّبِعُونَ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرُقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ فَتَفَرُقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ بَسْقَاكُمْ بِهِ ذَلِكُمْ وَسْقَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ أَعْتَيْنَا مُسَلْمَ ثُمَّ أَعْتَيْنَا مُسَلْمَ وَالْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الْوَذِي أَحْسَنَ وَتَفُصِيلَ وَتَفْصِيلَ لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً وَهُدَى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وهذا كذاب أنزلناه مبارك فاتبعوه وَالْتَقُولَ أَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَالْتَقُولَ أَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَالْتَقُولَ أَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Menerusi ayat yang diperdengarkan sebentar tadi Allah merakamkan tentang 10 wasiat yang perlu dipegang dan diamalkan oleh umat Islam Demi melahirkan sebuah masyarakat yang sejahtera, aman dan bersatu padu Allah menjelaskan bahawa Islam adalah jalan yang benar lagi lurus Manakala jalan selain Islam hanya akan membawa kepada perpecahan Dan menceraiberaikan kita daripada jalan Allah Oleh itu, tindakan membelakangkan wasiat yang diperintahkan ini Hanya akan mengundang perpecahan dan perselisihan di dalam masyarakat Al-Fatihah 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 اشتركوا في القناة 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 ويدعو الانسان بالشرر اشتركوا في القناة 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 وكل إنسان نلزمناه طائره في النقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا كتابا يلقاه منشورا لقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وكل إنسان ألزمناه طائره في عوقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا لقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اقرأ كتابك كفى بنفسك 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 من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يطل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معلبي حتى نبعث رسولا من اهتذيه فإنما يهتذي لنفسك ومن ضل فإنما يضل عليها من اهتذيه فإنما يهتذي لنفسه ومن ضل فإنما يهتذي لنفسك ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قنا ونالآخرة خير لك من الأولى ونسوف يطيك ربك فترضى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قنا ونالآخرة خير لك من الأولى و إذا سجى ما ودعك ربك لك من الأولى ونالآخرة خير لنفسك ودعك ربك وما قنا بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى والضحي والليل إذا سدى ما وداك ربك وما قال ولن آخرة خير لك من القول ولسوف يعطيك ربك فترضي ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضلا فهذا ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضلا فهذا ووجدك عائلا فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضلا فهذا ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضلا فهذا ووجدك ضلا فآوى 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 ووجدك ضلا فهديا اشتركوا في القناة فلا تقهر وأما السائل فلا تنذر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحد صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا خطوات الشيطان خطوات الشيطان الرحيم خطوات الشيطان الرحيم ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتلئن الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقرب والمساكين والمساكين والمهاجرين في سبيل الله والمساكين والمهاجرين في سبيل الله واليعفو واليصفحو والمساكين اشتركوا في القناة 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 وقالوا اشتركوا في القناة 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 عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ أَبَاؤُنَا فَاتُونَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ Sebenarnya kita menzahirkan tanda kesyukuran kita kepada Allah SWT dengan melaksanakan amal kebaikan dan menjauhi perbuatan mungkar. Ini kerana Allah SWT sangat murka kepada orang yang tidak mensyukuri nekmat serta kufur daripada setiap anugerahnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وَيَقْدِرَ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنسل عليه آية من ربه قل إن الله يطل من يشاء ويهدي إليه من أناب ترجمة نانسي قنقر ألا بذكر الله تطمئن القلوب ترجمة نانسي قنقر 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 عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لن يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فَكَيْفَ كَانَ عِقَادَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَوِّمِ Manusia hanya boleh berusaha dan bertawakal kepada Allah dalam setiap apa yang diingininya namun Allah jua lah yang menentukan rezeki, kebahagiaan, senang, susah hidup dan mati kita dan kesenangan, nikmat, kekuasaan, kedudukan dan pangkat yang Allah kurniakan itu tidak wajar sama sekali menjadikan kita lalai akan tanggungjawab sebagai hamba Allah bahkan ia merupakan ujian Allah untuk menilai kita sama ada kita mu'min yang sejati atau sebaliknya mudah-mudahan sedara kita dapat bermuhasabah A'udhububillahimminnashshaytanirrwajib Bismillahirrahmanirrahim وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أوكلاهما أوكلاهما فلا تقل لهما قف ولا تنهرهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآتف القربى حقه والمسكين وبن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا إن قتلهم كان خطأا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشته وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لي وليه سلطانا سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصطاس المستقيم ذلك خير وإحسن تأويلا صدق الله العظيم هيا 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 اشتركوا في القناة وليتو صدر الله سُبَانَهُ وَتَعَنَا منجر kita supaya mengurus dan membangunkan ekonomi dengan sebaik-baiknya di samping berjimat cermat bersederhana dan tidak bersikap boros ataupun membazir